وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطة مرحبا بكم معنا دكتور مرحبا بكم دكتور قبل أيام أطلق منظموه هذه التظاهرات وهذه الثورة على الطلاب أو على هذه الثورة ثورة أصحاب القمصان البيضاء واليوم نتحدث عن دور فاعل وكبير لطلبة العراق كيف تقيمون هذا الدور في ضوء ما رأيناه خلال الأيام الماضية بسم الله الرحمن الرحيم ثورة الرزاء الأبيض هي خير ما يطلق على هذه الجموع الطلابية قبل كل شيء يجب أن نحدد ونتفق ونحن منتفقين أعتقد أن هذه الثورة هي الثورة شبابية هي الثورة شبابية بالأصل والشباب والطلاب حالة واحدة يعني هذا الشباب هو شباب من الطلاب والطلاب من الشباب وبالتالي نحن نتحدث عن جيل واحد حالة واحدة باستثناء شيء واحد أن الطلاب هم الفئة الربما الأكثر قدرة على التنظيم يعني المدارس والجامعات والكليات هي ثكنات لتجميع عدد هائل من الشباب يمكن من خلال وجودهم في مكان واحد هذا طبعا لا يتوفر لأي شريحة اجتماعية يعني ممكن موظفين في دائرة أو شركة لكن ليس بالعدد الكلي للطلاب في الجامعات والكليات والمعاهد هذه أعداد كبيرة من الطلاب يمكن طبعا وهم بالنسبة للعراق وأعتقد أن الدول العربية أخرى لهم تاريخ في الاحتجاجات والانتفاضات دائما عندنا في العراق كان الطلاب يلعبون ذر كبير جدا في الانتفاضات وفي التظاهرات وفي الثورات التي تقوم وبالتالي عندما نتحدث عن ثورة شبابية بالتأكيد بالقطع نتحدث عن مشاركة طلابية لأنه الطلاب هما أساس الشباب دكتور بدأ ذلك واضحا في مدينة السماوة والمثنة تحديدا حيث مثل طلاب المدارس إلى جانب طلاب الجامعات يعني كما يقال بيضة القبان في هذه استمرار هذا الحراك بقوة ما الدور الذي أدى هؤلاء هذه الشريحة في المثنة تحديدا يعني في المثنة تحديدا لا يختلف عن بغداد لا يختلف عن كربلا عن النجف كل هذه المحافظات كل هذه المراكز الثورية شهدت حراكا طلابيا تمثل في اعتصامات إما داخل المباني المدرسية والجامعية والكليات أو خروج إلى الشارع من أجل دعم التظاهرات يعني من الأشياء اللافتة للنظر أن الطلاب عندما ذهبوا إلى المدارس أراد أولياء الأمور يعني أولياء أمور الهيئات التدريسية أو الكوادر التربوية بعضها أرادوا أن يعني يمنعوهم من الخروج فأقاموا احتجاجات داخل المدارس مما أدى إلى أرباك مشهد بالنسبة لأولئك الذين يخافون من النظام فالحقيقة الدور الطلابي دور متميز جدا ودور فاعل ودور أيضا يعني ابتكاري دور فيه عنفوان الشباب عنفوان الابتكارات التي لا تأتي على بال أحد أبدا دكتور يعني كما هو ملاحظ القوات الأمنية الحكومية وغير الحكومية لم تدع الشباب والطلاب يعني يعبرون عن حقوقهم وأرائهم بالطريقة السلمية المناسبة إنما تدخلت بالقمع والاغتيال والملاحقة والاعتقال إلى آخره من الأسليب الوحشية التي تتعامل بها وكأنها بذلك تريد أن تحارب مستقبل العراق عندما تحارب هؤلاء الشباب الذين يمثلون هذا المستقبل يعني قبل الحديث عن محاربة المستقبل قوات النظام قوات القمع هي طبعا لجأت إلى هذا الاسلوب ومتوقع من هذا الاسلوب وستستمر في هذا الاسلوب ولكن هي أرادت توجيه رسالة بمعنيين المعنى الأول هي إحباط أو إحباط هذه الثورة تعقيل هذه الثورة عرقلة الثورة من خلال تخويف الطلاب لكن وجهت رسالة أيضا إلى أولياء أمورهم إلى أسرهم إلى عوائلهم أنه احفظوا أولادكم من القتل كانت هذه رسالة إرعاب وخوف لكن الرسالة جدت بالمعكوس أيضا بوجهين من أولياء أمور الطلاب الذين حثوهم على المشاركة كما نرى أنه هذا العدد الكبير لا يخرج إلا بموافقة من الأهالي والأمر الثاني أنه تحدى هؤلاء الطلاب قوات الأمن والقمع أما العودة إلى قضية المستقبل العراق كله الآن في ظل هذا النظام ليس له مستقبل ليس فقط الطلاب لكن الطلاب بالتأكيد هم الشريحة الأكثر تضررا بمناسبة عندما نتحدث عن مشاركة كبيرة وواسعة للطلاب في هذه الانتفاضة فلأننا نتحدث عن شريحة وقع عليها الضرر الأكبر هؤلاء الطلاب الأن هؤلاء الشباب الذين في الشوارع عندهم أخوة صغار عندهم أخوة كبار عندهم كلهم يعني في مدارس بالية طين يجلسون على الأرض وبالتالي حتى الكواء يعني هذه أصبحت حالة معروفة الخريجين العاطين عن العمل فهم يعني يلاحظون غياب المناهج عدم مجانية التعليم حالة مزرية كبيرة جدا وبالتالي هم يعرفون أنه لا مستقبل لديهم ولهذا كثير من المخلصين وجهوا نداءات على عكس نداءات السلطة وعلى عكس نداءات النظام النظام يتحجج بعدم تضيع العام الدراسي وعدم تضيع المستقبل يقول لهم أين يذهبون هي المدارس مدارس طينية وخريبة ليس هناك شيء اسمه تعليم في العراق وبالتالي الحديث عن المستقبل هو حديث حقيقة وعن استمرار العملية التعليمية أيضا دكتور في المقابل عندما أيضا نصلت الأضواء أكثر على هذا الحراك والحراك الطلابي نلاحظ أن الكوادر التربوية والملاكات التعليمية كلاها دور أيضا بارز في هذا الحراك ما دوروها تحديدا من نسبة لكم أو كيف تقيمون دورها إلى جانب حراك الطلاب هذا صحيح أنا أستطيع أن أجد شبيه أو شبه بالكوادر التربوية قبل هذه الثورة قبل هذه الثورة كنا نجد كثير من الكوادر التربوية تبكي تبكي حزنا وألما على واقع التعليم في العراق المدرسين المعلمين الكوادر التربوية التي عاصرت العراق قبل الاحتلال والتي سمعت على الأقل أو فهمت أو تفهم ما يجري ترى واقع التعليم واقع مؤلم مأساوي ترى أبناءهم الطلاب يجلسون على الأرض أو يأتون يخوضون في مياه الأمطار أو المجاري لا توجد مناهج التعليم غالي ليس مجاني فالكوادر التربوية تتألم وأنا أشبه الكوادر التربوية مثل ضباط الجيش ضباط الجيش في العادة عندما الدولة تقصر في جلب السلاح المناسب أو السلاح الحديث عندما يغيب التدريب عندما ينزل فالضباط يعني يموتون ألما خاصة إذا كانوا وطنيين شرفاء هو هذا الكلام الوطنية والشرف فالكوادر التربوية تشبه ضباط الجيش الذين يتحسرون ويتألمون نعم وهذا الألم كان سببا في الحراك دكتور ولذلك السؤال الأخير الآن المطالبة بالعودة يعني الحكومة كأنها تدعي أنها أكثر حرصا على العملية التعليمية من الكوادر التربوية ومن الطلاب أنفسهم ومن عوائلهم يعني يتدعي ذلك وفي نفس الوقت لا تريد أن تحقق لهم بعضا من مطالبهم يعني حقيقة أي عراقي تسأل الآن يقول لك المستشفيات مسالخ مسالخ موت المدارس مدارس أنت تراها في الصور نعم طين يجسوا عن الأرض يعني الشيء لا يصدق فبالتالي كما قلنا قبل قليل يعني عودوا للدراسة أي دراسة أي مدرسة فكلام السلطة هو كذب في كذب هو الشيء الوحيد اللي يريدونه هو وقف مشاركة الطلاب وهم عدد كبير وشريحة كبيرة ولكن هذا الطلاب هذا الجيل هذا الشباب الموجود الآن في الشارع هو الجيل لم يعد يؤمن بأي حوار مع هذه السلطة انقطع الحبل تماما هذا جيل جديد جيل لا يؤمن إلا بمعادلة صفرية المعادلة الصفرية هي إما صفر أو مية لا يوجد يعني لا سبعين بالمية ولا ثمانين بالمية ولذلك تجد هذا الرفض من قبل المنتفضين لكل أطرحات النظام وألعاب وفي الحقيقة دكتور كما تفضلتم يستحقون مئة من مئة يستحقون على ما كامل مئة بالمئة وإذا كان هناك أكثر من مئة يستحقون أشكرك جزيلا دكتور فالح الخطاب الكاتب والبحث السياسي كنت معنا في الأسفل مرحبا بكم